موسيقى 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 باختصار شديد توصلت هذا العشية بواحد بواسطة واحد الصادق من مراكش بواحد شيكاية شافوية من من جهة المدعو آدم اللي وضاحية في واحد الملف مفتح الآن أمام الغرفة الأولى للتحقيق لدى محكمات الاستناف للدار البيضاء طبعا الموضوع هو التظلم من كون أن الاتلاف المغربي للهيئات الحقوقية من شر واحد البيان اللي مباشرة لا يلتزموا بالحياد وكما يدعي المعني بالأمر وهذا الحياد اللي مفترض بالنسبة لأي جهة حقوقية أي إطار حقوقي طبعا كياخذ بعيدا اعتبار توازن الحفاظ على المصالح دي الجميع الأطراف إذن يبدو أنه مباشرة كان تصل بالأحد إخوان دي المكتب تنفيدي يقول لي فعلا أنا خرج واحد واحد البيان سمية الاتلاف قلت له واش طالعته عليه شفته كلي كودي لا خرج بلا من طالع عليه وأنا لأول مرة كنخرج للعموم وكنقول بأنه كفا باركا من السيبلاد ومن فرض سياسة الأمر الواقع لأنه لا يعقل أعتقد لي المرة الخامسة هذه وكيخرجوا بيانات وهذا الاتلاف اختصاصي غير في البيانات وكان يمكننا ما ندويش في هذا الموضوع ولكن هذا الاتلاف أنا من المؤسسين دياله منذ ثاني فبراير 2011 أنا من المؤسسين طبعا وكان راعي وكان قوله ولكن يبدو أنه هذك الرقم المزعوم اللي كان 22 وبعدما انسحاب ديال المنظمة المغربية لحق الإنسان وديالجمعية عدالة أبقات عشرين لامنيستي عبرت على أنها ستظل داعمة فقط ومع ذلك الإسم باقي كيخرج ونحن مستعدين نقوله بأنه هذا الاتلاف فيه 1-4-5 للجمعية اللي كانت اجتامها رسميا إذا أنا شخصي مني كنت رئيس دائماً أتحفظ على الدور لهذا الاتلاف يجب أن يدف المشترك أما باش يبقى يتكلف يدير باين كله مرة وليبغى شي حاجة يدوزها فيه هذا أعتبره بأنه لا أخلاقي الجانب الثاني اللي بريت نركز عليه هو أنه بيغضي النظر أنا شفت بيغضي النظر عن عدم الحياد دياله أعتقد أن المضمون دياله غير مهاني غير مهاني وهذه المرة الثالثة أنه قدر بعض الأمور اللي هي خارج المستارة ولا تحترم المساطر الملف عند قادي التحقيق والخطة موجهة للسيد ممتل الحق العام أي النيابة العامة ويطالبوا بشي أمور لأنه الملف عند قادي التحقيق وأي طلب صارح سيمشي القادي التحقيق ويغضي النظر عن أنه من الملف عند القضاء سنرفعوا الدينة خاصة القادي التحقيق إذن ما يمكن لنا أطروا لولو وأنا لست ضد المحتوى ولكن يجب أن يعادى النظر في المحتوى وقبل ذلك أعتقل بأنه كينا الجنة وهذه الجنة تنتهي بمحامين الله تبارك الله للمحامين هم يديروا هذا الدور ونحن نقول هذا شيء ماشي لا أخلاقي لأنه يتكرر لا يتكرر يتكرر بواحد شكل وغادي غادي وأنا مغاليش نتهم المونسق ولكن هنتهم الهيكلة لأنه كينا هشاشة في الهيكلة ويجيب تجديد أدعوه إلى تجديد منذ سنة ونحن نطالبه بتجديد الهيكل ونقتضى الحل إلى ما يصلح لولو هذا الاتلاف خصوية تحي كينا قضايا مصيرية كبيرة مشتركة اللي يمكن ديو فيها أولها الميل في الحقيقة هذا الميل في الحقيقة وليل الاختفاء القصري وضامنت عدم تكرار كيهم الشعب كامل نشي في الحد الأدنى هذا من في الحد اللي خصنا كنا نتفق عليه وطبعا عز ما يطلب الجانب الثاني مهم أيضا كينا بعد المقتضيات اللي خرطوا فيها جميع تعاونوا عليها الآن كينا كينا موضوع دي الحق الاقتصادية والاجتماعية التقافية اللي معمره ما مجدنا خصنا نترقولي خاصة بعد ما بان انه كينا هششف في المنظومة التعليمية والمنظومة ديالصحة بمناسبة زمن كورونا النقطة التالتة كينا بعض القوانين اللي هي كثيرة استخد عليها معركة مثلا قانون حصانة العسكريين تلغات المادة سبعة ولكن المادة ستا مزل ما تلغاتش اذا هذين المواضيع اللي اخسنا نتذكروا فيها اما باش نتجمعوه ونديروه بايان وذلك شي اعتقد بانه اي جمعية فينا راه كيمكن تلعبات الدور وانا شخصيا نقدر نديرات الدور بوحدي ندير بايان مع العلم انه هاد البايان اللي منك يتوجه للرأي العام يستغفلون الرأي العام مخابرة اللي هي معنية بالخطة بالنية بالعمل عارفة كل شي عارفة اش حال باقي في هذا الاتلف اعتقد انه حال الوقت باش نوضع حد لهذه المنزلة